قال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي إن دول الاتحاد اتفقت على قبول طلب لندن تأكيد خروج بريطانيا من التكتل أو بريكزيت إلى 31 يناير كنون الثاني. وكتب توسك تغريدة قال فيها إن دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين وهي الدول الباقية في التكتل بعد خروج بريطانيا وافقت على قبول طلب المملكة المتحدة تمديد البريكزيت إلى 31 يناير. وأضاف توسك أنه من المتوقع إضفاء الصفة الرسمية على القرار من خلال إجراء مكتوب، مما يعني أن زعماء الاتحاد لن يكونوا بحاجة للاجتماع ليصبح القرار رسميا. وتنتظر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رضاً من بريطانيا على عرضها تأجيل بريكزيت لثلاثة أشهر قبل أن تبدأ في الإجراء المكتوب الذي يمهل الحكومات 24 ساعة لقبول أو رفض الاتفاق. وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي فاز بالمنصب بناء على تعهد قاطع بتنفيذ الخروج من التكتل في الموعد المقرري في 31 أكتوبر 21، طر لطلب التأجيل بعد أن أجبره معارضوه على ذلك إثر هزيمته في البرلمان، الذي رفض ترتيب خطوات إقرار الاتفاق الذي توصل إليه جونسون مع بروكسل. واقترح جونسون إجراء انتخابات يوم الثاني عشر من ديسمبر كنون الأول لكسر الجمود الذي يحيط بأزمة البريكزيت، ويحتاج إلى أصوات ثلثي المشرعين البالغ عددهم 650 في البرلمان لدعم خطته. وبموجب مقترح جونسون سيتاح للمشرعين مزيد من الوقت لمناقشة وإقرار اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا وافقوا على إجراء انتخابات.